بسم الله الرحمن الرحيم ونحن نحتفل هذه الأيام بالذكرى الخامسة والعربعين لبناء دولتنا وتأسيس اتحادنا أن نفتتح فعاليات المؤتمر الخامس عشر لمؤسسة الفكر العربي فكر خمسة عشر ناقلاً لجمعكم الكريم تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القايد الأعلى للقوات المسلحة وأمنياتهم لكم بطيبة الإقامة والتوفيق وأنتم تبحثون في مسألة ذات أولوية وأهمية قصوى لارتباطها الوثيق بمستقبل عالمنا العربي وتعزيز قدرته على حفظ أمنه وضمان استمراره وحماية منجزاته والدفاع عن مصالحه وتحقيق السعادة والرفاه لشعوبه إننا في دولة الإمارات ننظر بإيجابية عالية لهذا المؤتمر السنوي الذي تحول إلى فعالية ثقافية فكرية عربية سنوية ومنصة فريدة لتبادل الأفكار بين نخبة صناع القرار والمفكرين والباحثين وممثل القطاع الخاص والمجتمع الأهلي والمرأة والشباب كما ننظر بتقدير عالي جداً للمبادرة التي أطلق صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل رئيس مؤسسة الفكر العربي بجعل التكامل العربي موضوعاً محورياً لمؤتمرات وإصدارات مؤسسة الفكر العربي وهدفاً استراتيجياً للثقافة التي تسعى إلى نشرها وترسيخها وضمن هذا التوجه يأتي مؤتمر فكر 15 الذي تستضيفه عاصمتنا أبوظبي السيدات والسادة الحضور جاء أعلان قيام دولة الإمارات العربية المتحدة في الثاني من ديسمبر 1971 حدثاً تاريخياً ونقطة فارقة ونقلة حضارية حقق مال شعبنا في الوحدة والسيادة والأمن والاستقرار وانبسطت آثاره في المنطقة ككل فعلى المستوى المحلي مثل إنشاء دولة الاتحاد إنهاءً لحالة الانقسام والفرقة وبدأ كل مواطن يشعر بأنه جزء من كل متكامل في نظام سياسي قوي وأن مصلحته في استمراره وتطوره وأن الخير المنتظر سيعم الجميع وبفضل قوة الاتحاد والطاقة المستمدة من سمو الأمال وعلوب صقف الطموحات حققت دولتنا الاتحادية الوليدة خلال عقود قليلة نهضة كبرى وهي اليوم مثال في التصميم على بلوغ الهدف والتطلع نحو المستقبل وعلى المستوى الخليجي أدى إنشاء الدولة إلى سد الفراغ الذي تركه الانسحاب البريطاني من منطقة الخليج العربي في أواخر عام 1971 وقطع الطريق على بعض القوى التي كانت تستعد وتعمل على ملء هذا الفراغ ولتمتد فيه وتحقق أطمعها وخلافا للتقديرات التي أشارت إلى استحالة تكوين هذا الاتحاد استنادا إلى التجارب السابقة من ناحية وتعقيدات الوضع الإقليمي الذي ساد المنطقة من ناحية أخرى حفز نجاح التجربة دول الخليج العربي وبعد عشر سنوات لتأسيس مجلس التعاون الخليجي والذي انطلق أيضا من أبوظبي أما على المستوى العربي فقدمت التجربة نموذجا ملهما للعالم العربي في الوحدة والتنمية وفي هذا يقول المؤسس الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله فراه أن الوحدة العربية التي تعتبر دولة الإمارات نواتها ليست حلما أو ضربا من الخيال بل واقع يمكن تحقيقه إذا صدقت النوايا وتفاعلت الأمان والطموحات بالمساعي والعمل ونجاحها يتجسد ويضحض مواقف المتشككين في إمكانية قيام أي اتحاد بين أجزاء الوطن العربي أما على المستوى العالمي فإن إنشاء دولة اتحاد الإمارات حافظ الأمن والاستقرار في منطقة من أهم المناطق الاستراتيجية بالنسبة إلى اقتصاد العالم وأمنه واستقراره وأثبتت دولة الوحدة أنها إضافة مهمة إلى عوامل الاستقرار والسلام والتعايش ومع نجاحها التنموي أسست حضورا اقتصاديا مهما الأخوة والأخوات المهتمرون إن إنشاء دولة الإمارات العربية المتحدة كان حدثا تاريخيا فارقا وأتوقف متأملا ست ملاحظات أريدها هنا الملاحظة الأولى إن إنجاح فكرة الوحدة في حاجة إلى قيادات سياسية خلاقة وقادة رأي مؤثرين مؤمنين بجدوى الوحدة وأهميتها ومنافعها ولقد كانت الوحدة فكرة مهمة جداً ومركزية للغاية في مشروع الشيخ زايد بحيث لم يكن بوسعه تعريبها للفشل آمن بها نقلها إلى الآباء المؤسسين فاعتنقوها وساندوها وروجوا لها لقد كان هو القائد المناسب في المكان والوقت المناسبين فإضافةً لرؤيته الاستراتيجية الواعية فهو قائدٌ فد يمتلك حسًا ورؤيةً وحنكةً سياسية ومرونةً وصبرةً واتصف بالجرأة وقوة العزيمة والنشاط واتساع الأفق فما كان الاتحاد أن ينجح لولا إصراره وحماسه ومساعيه الملاحظة الثانية أن الوحدة ليست بناءً فوقيًا وإن إرادة الشعب ورغبته وتأييده هي العنصر الفاعل والقوة الدافعة لأي مشروعٍ تكامليٍ وحدوي وقد أدرك الشيخ زايد ذلك منذ البداية وبدأ ذلك واضحًا من انفتاحه على المواطن البسيط ولقاءاته المستمرة مع ابناء الإمارات فكان رحمه الله ملتقياً بالمواطنين ومروجاً حياً لمشروع الوحدة وقد استوعب الناس هذه المعادلة على نطاقٍ واسع منذ ذلك الوقت وحتى اليوم الملاحظة الثالثة أن الإمام بالوحدة عملية متدرجة في تطورها فعلى الرغم من أن الفكرة كانت تسيطر على فكر المغفور له الشيخ زايد منذ اليوم الأول لتسلمه حكم إمارة أبوظبي إلا أنه اتخذ من التأني والتمهل منهجًا للتحول بها إلى واقع وكانت الخطوة الأولى في المسار المتدرج هي الاتفاق الثنائي المبدئي الموقع بين إمارة أبوظبي ودبي في 18 فبراير 1968 لدمجهما في اتحاد واحد ثم توالت بعد ذلك الخطوات وصولاً إلى أعلان الدولة في 2 ديسمبر 1971 ثم انضمام رأس الخيمة في 10 فبراير 1972 وفي ذلك يقول المغفور له الشيخ زايد أن مسيرة الاتحاد تنمو وتتقدم من مرحلة إلى أخرى وفي كل مرحلة علينا أن نراجع ما نحقق حتى نواصل المسيرة ونسرع الخطى لتحقيق أمال شعبنا الملاحظة الرابعة بأن الأشياء تعرف بضدها وقد أثبتت نجاح التجربة الإماراتية أن فشل التجارب التكاملية الوحدوية العربية ليس قدراً محتوماً تجربتنا تقول في صراحة كما أن للنجاح أسباب فللفشل أسباب وأنه لا وحدة دون رؤية وإرادة قوية وعمل إنجاد فالشعارات والمصالح الخاصة والأمجاد الشخصية لا تبني وحدة ولا تحقق تكامل أما الملاحظة الخامسة فهي عن عدم التراجع أمام العثرات مهما كانت شدتها فقد استمر العمل من أجل اتحاد دولة الإمارات سنوات طويلة تخللتها خلافات ومشكلات وانتكاسات لكنها لم توقف العمل من أجل بلوغ الهدف النهائي حيث كان العمل في البداية من أجل اتحاد تساعي يضم قطر والبحرين ثم بعد قرار الإمارتين بالاستقلال استمرت الجهود فكان الاتحاد السداسي وحينما تأخر انضمام إمارة رأس الخيمة لم يتوقف الإعلان ثم جاء انضمام رأس الخيمة ليكتمل عقد دولة الإمارات العربية المتحدة الملاحظة السادسة والأخيرة أن الوحدة لا تقوم على العواطف والشعارات فقط وإنما هي عمل جاد ومستمر ومشروع عمل واقعي من أجل تحويل الإمكانات والمقومات إلى واقع يشعر المواطن في ظله بالعزة والحياة الكريمة سيدات والسادة الحضور إننا في دولة الإمارات ذات البيت المتوحد نؤمن ومن واقع التجربة أن الوحدة خير من الفرقة وأن ما يتوفر لنا كعرب من أسباب التعاون والتضامن والتكامل لا يتوافر في العديد من التكتلات الإقليمية الأخرى وتجربة دولة الإمارات العربية المتحدة دليل حي على فرص النجاح متى ما توفرت الرؤية الطموحة والقيادة المخلصة الحكيمة والعمل جاد نتمنى للمؤتمر التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته